18 مليار دولار كان ذلك هو المبلغ حتى الآن منذ حرب غزة والذي صرفته أمريكا على إسرائيل التي يقود حكومتها بن يمين نتنياهو مبلغ ضخم يدل على أن نتنياهو شخص يتطلب صيانة عالية وفق تعبير الأمريكي شخص كهذا يبدو أن استمراره في الحكم ليكون من مصلحة ترامب الذي هو رجل أعمال والاقتصاد أولوي لديه تقول صحيفة هاراتس الإسرائيلية تضيف الصحيفة في مقال كتبه الكاتب عيرانيا الشيف أن ترامب سيقوم بطرد نتنياهو من الحكم عاجلا أم آجلا وبحسب كاتب المقال فإن السبب الذي قد يدفع بترامب للتصرف بهذه الطريقة هو أنه لا يريد توظيف أموال أمريكية لا في إسرائيل ولا حتى في أوكرانيا ويضيف مقال الصحيفة أن ترامب ليس لديه أي التزام إزاء نتنياهو بل ويحقد عليه بسبب علاقته بجو بايدن ولكن كيف سيزيح ترامب نتنياهو يجب المقال بالقول أن هناك طريقتين لذلك الأولى أن يرسل رسالة إلى الأحزاب في إسرائيل على رأسها الأحزاب الحريدية مفادها أن نتنياهو أنهم سيرته المهنية الطريقة الثانية استخدام الضغوط المالية أي سياسة العصى والجزر على نتنياهو وكذلك أيضا على الليكود وعلى قوى أخرى وبالتالي فرض الأمر الواقع على نتنياهو وتنحيه من الحكم ترجمة نانسي قنقر